طيب شوفوا هذا مؤكد يكون مقطع ولكنه كان مقطع بيكون أتوقع عنوان ومشكلتي مع ويدرينج أو شي زي كده بأتكلم وبعطي رأيي عن ويدرينج خلال أول كم شهر يعني لأن وقتنا الحالي وبقول لكم رأيي فيها حاليا وهل باستمر فيها وإيش وضعي فيها أوكي وعن نبدأ بالخريطة أنا مادري كيف صراحة فرمت شويتين منها معنى أنا كنت حسب أني ما نفرم بس والله أعتبر أني نفرم كيمية محترمة ولا إيش رأيكم أشوف أنه شي ممتاز يعني هنا بس أربعين ممكن يعني أعتبر لعبت اللعبة يعني صح مو زيقين شون هونكاي اللي خلصوا مية بالمية بس أني أعتبر أني فرمت اللعبة ولعبتها وكوستاتي تقريبا مخلصها يعني أكي سايد كوست محتم بس يعني القصة هذه ما لعبتها عشان ممكن ألعبها ومستقبل حقا تشاغليه فأعتبر لعبت اللعبة يعني بكمية محترمة طيب أول مشكلة عندي وهي أكبر مشكلة واللي هو هذا المتيريال هذا أعوذ بالله وهذا كمان الاثنين دولار مع بعض هذول الاثنين أنا مهد اللي يمدخلينهم في اللعبة صراحة يعني في موارد خاصة بالشخصيات وفي موارد ثانية تداخل بين الشخصيات كلها واللي هو هذه الأشياء وكمان حتى هذه العسوارة بس دولار الاثنين مع بعض أعوذوا بالله يعني حتى خلوني أحسب لكم بس السلاح الفايستار من لفل 80 للفل 90 يتطلب من هذا الشي يكون إنه ذهبي ويتطلب 12 حبة تقريبا إذا ما كان 14 حبة يعني تحتاج من الأزرق ممكن حول 300 حبة تخيلوا بس عشان تلفل من 80 ل 90 زيادة عن كذا لو تلاحظوا أنا شخصياتي ما هحب أخلي شخصياتي ملفلة إلا بالكامل إلا الآن كل شخصياتي ملفلة 8 يعني ما عادة فيرينا مسكينة حتى ما أنا قادر ألفلها كل شخصياتي ملفلهم 8 بسبب هذا الشي وبسبب إنه الموارد اللي تطلبها مرة كثير يعني شايفين هذه ممكن تقولوا 3 بس طالبين 3 أضربها في 5 عندك هاته 5 تلنتات وبعدين شوف كم شخصية أنت عندك عشان تطورها إلا الآن أنا ما أنا قادر أمشي براحتي في اللعبة دي بسبب هذا الشي ناس ممكن يقولوا إنه هكين تلس في بداية اللعبة وطبيعي بس أنا من وجهة نظري يعني أنا شايفيني والله مفرموا الماب شويتين يعني ناتب هذه الصراحة مفروض يكون عندي موارد بما فيها الكفاية بس من ناحية التطوير هذا الشي مرة يقهر بزيادة يعني ما هادر اللي يحطوه يعني حاطينه في كتة الشخصية حاطينه في سلاحة الشخصية يا أخي يعني كمان من التلفيل كمان ما في صح لو كان فيه في التلفيل هذه زيادة كمان عليهم بس أتوقع إنه ما فيه في التلفيل الشخصية طبعا نقطة ثانية الفلوس الفلوس تأخذ مرة كتير أنا والله بعد ما شفت هذا النظام هم نقدر نقول ما عندهم نظام كراونات ياشي خرج يعولي نظام كراونات هونكاي وقنشد ولا إنه تخلوني أتعذب زي كده ما هبا أتكي في اللعبة وأكون نايم فيها 24 ساعة عشان أقدر ألفل لشخصياتي وعشان أفرم داش شي اللي دا حين بتورط مع الشور كيبر مدري كيف بها فرم له يعني أنا طبيعة في جنشين وفي هونكاي هذولا ذي الأشياء اللي تتفرم من الدومينات هي اللي دائما أفرمهم الأشياء الثانية تأخذني تقريبا تلقائيا بعض الأحيان هي وممكن يكون عندي ناقص في الساموراي ناقص في بعض الأشياء بس مثلا تنجاب بنا الشوب شويتين أما دي فين الشوب حقا خلينا نشوف فيه في الشوب أصلا ما في الشوب صحيح فيه كم نودرتها هذي اللي في الشوب ها 40 في 5 الصراحة ممكن تكون حلوة يعني 40 ضرب 5 كم هذي 200 خضراء 200 خضراء طب خلونا نحسبها فين جواله عشان نحسب كم صفره هذه 200 فيكسموها على 3 حتسوي لك 66 زرقاء قسموها على 3 ثانية حتسوي لك 22 بنفسجية قسموها على 3 حتسوي لك 7 ذهبية هذي الميتين حبة هي 7 ذهبية فقط وهذه نفس الحكاية 7 ذهبية 7 ذهبية هذي اش تسوي لك تفرم لك بس ثلنتين وما ندري التلنت الاخير كم تطلب لاني ما نقدر اوصل للعشاء الصراحة وبس من ناحية الموارد هذي اكبر مشكلة عندي اياها من وذرينغ ويفز صراحة الموارد يعني مرة متعوي بزيادة لدرجة اني افكر اسك بشخصيات عشان بس ما هقدر اطورهم من جد كده وضعي الحالي يعني فيرينا عندي من اهم الشخصيات وكلنا عارفين قد كيف الشخصيات دي مهمة الشور كيبر بتكون هيلر ثانية ومرة بتكون ممتازة اوكي بس فيرينا التظل اساسية في الحساب المفروض اني اطورها يا شيخ بعد المين دي بي اس بعد ما خلصهم على طول اطورها بس انا ماني قادر ماني قادر بسبب الموارد وقلتها شايفين حتى التطوير البوسز الاسبوعيين ما عندي عارفين لانهم بيتشاركوا في بوسز كتيرين اسبوعيين فماني قادر ارحق على شخصياتي ومن ناحية الموارد الصراحة الشيء مرة متعب لدرجة انه لو يوم من الايام شوفتوني بأمشي من ودرين قويوز هذي احد اكدر الاسباب اللي بأمشي منه وزيادة عن كذا الناس اللي يقولوني طيب فرم مثلا افرم دي الاشياء معلش ما ينزلوا كتير حتى لو فيه دروب كمثال لما نفرم من دولة الصراحة معلش يعني معلش معلش بعض الاحيان ما ينزلوا بعض الاحيان ينزلوك شوية ازرق ممكن شوية بنافسي شوية اخضر ما ينزل لك داربية مستحيل ما ينزلوا ما ينزلوا من الاخر ما ينزلوا اوكي فهذا الشيء مره متعب وكمان نظام الايكوز لا تخلوني ابدأ فيه يعني الوضع اوكي افضل ممكن يعني حلو ان يبدأك تفرموا بالرزن بس نظام الايكوز الخيسات ما يبديني مثلا احولهم لتطوير الايكوز هذا الشيء يعني صراحة يقهر بس انا ماني تعبان في الايكوز لاني انا صراحة مبقي كل تطويرات الايكوز لشخصية الشور كيبر حاليا فبعض شخصياتي ارتفاكتاتهم مكويسة ومسلك لهم مثلا نفس هذا يوجدين القطعة دي خلاص طالما فيه منسات انا ما اشف فيه بسبب اني تطوير الايكوز مرة متعبان كي يعني هذا بخصوص الايكوز وتلفيه للشخصيات في شيء ثاني انا مرة قاهرني واللي هو شخصيات ستاندرد لما انا من شايف شخصية مرة شادتني لدرجة اني عندي الكرتل الان موجود وعندي 127 سحبة في ستاندرد ما في شخصية في ستاندرد حاليا مرة تشد غير ممكن فيرينا وكمان جيانشين هذول الاثنين هم الوحيدين اللي دحين شاديني وحتى جيانشين باقي مقتنعت فيها مرة بزيادة كالتشور انطرح من ولد الالكترو خوينا دا دمج وناقص انكور بتجي كاميليا بتطرحها معقد شويتين انكور ممكن فما دخلت مزاجي لدرجة اني قاعد افكر ممكن اجيب كونستيليشنز لذيرينا ولكن مصيبتها انه كونستيليشنز حق الشخصيات ستاندرد خايصة مرة سيئة ببعضها تمشي بس يعني معظمها سيئة اللاسف طيب بالنسبة للقصة القصة حقتها كويسة وصراحة اخر واحدة شدتني حقت جيانشين او معلش جينشي اسميهم شويتين صعبة يعني فجينشي صراحة قصتها مرة شددتي ومرة عجبتني قلنا باتش فيلر مرة بدري في ابدات 1.2 انا عارف وناس كثيرين ما اعجبها الوضع في ناس تركوا كثيرين بس ان شاء الله يعوضوا في الباتش القادم ولكن من ناحية تفريمناه بصراحة انا مو مرة اكثر شي افضل ومو اكثر شي عاجبني اكون صراح معاكم ناس ما انتو عارفين جينشين وهونكاي انا دابن خلصهم كلهم مية بالمية هذه اللعبة ما انا قادر اخلصها الصراحة ومصدوم انه عندي اصلا نسب كده عالية لاني انا اتوقع انه نسبة كانت كلها 40 بس لا والله يعني معطيها حقها شويتين عارفين امس هنا مثلا فرمت كتير عشان قبل ما ادخل في المقطع ده ابيعطي اللعبة حقها قبل ما اتكلم غير كده نظام التاور احسه نوعا ما ممل ما احس النموم تاع الصراحة مو افضل شي يعني حلو حلو يعني هو لبس بس مو افضل شي لا مانا متكرر مرة كتير نظام البوابات اقسم بالله من اسوء نصد انا خلالا لا امس احد دقيقة اوكي باك معلش اه بالنسبة لي هذا الطور طور البوابات ما طور البوابات صراحة مرة ممتع صراحة ياخذ وقت مرة كتير بزيادة هغير انه التحديات بعضها شويتين صعبة بزيادة يعني حتى وانا ما منيحات ولا اي بوف او دي بوف عليها مخليها 0% ما اقدر اتخلص اخر مرة عشان يعني ايكو سيئ مثلا نوعا ما ليس كل أحد يأتي السلحة فعرفين هذا الوضع يقهر قليلا وغير أن النظام يتجدد بعد ما ينزل أنا لا يعجبني لو خلوه من البداية يعني مرة واحدة الواحد يفرموا يكون أفضل ليس يخلوه انتظر لين ونصف الثاني وبعدين تقدر ترجع تلعب مرة ثاني بصراحة لا يعجبني الريست لا يعجبني حق هذا مفروض يخلوه من البداية الباتش خلاص كامل موجود هذا من وجهة نظري أنا كذا أشوف الصراحة لأنه الوضع نوعا ما متعب ليس كل الناس بيطلعوا ويرسطوا فيه ناس بيمشوا على طول ما عندهم وقت تحدياتهم سهلة نوعا ما ولازم تنوع بالشخصيات هذه بعض الأحيان ممكن تقهر بس ما يعني بسيطة والبرايما جيمز اللي فيها محترم هو كمية محترمة بس اللهم انه الوقت الصراحة شويتين يقهر نوعا ما بالنسبة لي يب السحبات كمان حقة الشوب مو حلوه انها تتجدد كل التحديث يفضل كل شهر نفس قينشين وهونكاي البوسز كونهم ستين ريزن الصراحة في البداية كان الشي يقهر بس دحين يعني ينزلوا كميات محترمة الصراحة يعني ناتبها هذا نوعا ما من أربعة لخمسة قطعة حلوة نضاوم ريزن هذا التخزين حلو بس لو ما بدأت في هذا المقطع أنا اليوم كانت عندي فوق المية عشان تعرفوا قدي كيف يعني أنه ساحب على اللعبة نوعا ما شويتين أسوي الديل إز حقتها إلى الآن أيوة بس نوعا ما تشايفين من ناحية تفريم ومن ناحية بعض الكوستات عندي يعني شويتين مقارنتهم بقينشين هونكاي ما أنا قاعد أخلصها ممكن يكون السوب أنه أنا أصلا عندي لعبتين أصاسية قبل هذه اللعبة وإني ما أنا قاعد أعطي هذه اللعبة حقها نفس دولاك اللعبة وممكن هذا يكون أحد الأسباب ممكن أكون أنا غلطان بحق وذرنك كمان ممكن في ناس ما بيعانوا في مشاكل التفريم حقة الأسلحة وتفريم الشخصيات بس بتكلم أنا من وجهة نظري يعني شوفوا قدامنا في تحدي ما خلصته بعض الأحيان أطفش من التفريم الصراحة يعني تطوير الإيكو مرة يغث بزيادة أنا عارف أنا قاعد أقول لكم أنه أصلا أنا ساحب على تطوير الإيكو حاليا عشان أبقي للشور كيبر لدي درجة السلاحف يب السلاحف معنا أنا قدامي السلحة فأخلينا نقتلها شوفوا نزلي حبة خضرة توقع نزلي حبة خضرة ودو فرمتم حين شوف داكا من الزلي ها نزلي حبة زرقه كثر الله خير شايفين هذه وضع التفريم في لعبة وذرنك يبوني أنام في اللعبة وهذا الشي أنا ما يعجبني الصراحة مرة ما يعجبني يعني في ناس عندهم مسؤوليات في ناس عندهم وظائف في ناس عندهم ألعاب ثانية حتى يعني ما يبوني يناموا في لعبتكم يا أخي ما مو عجبني هذا الشي حتى مع الأكل اللي تزيد الموارد ما بزيد ذاك الشي جربتها أنا أول معاكم وبرضو ما زلت عاني وأنا قاعد أطور لشخصياتي أنا بس هذا اللي قاعد أحسه من اللعبة إني لازم أنام في اللعبة عشان أكون ماشي كويس فيها ممكن أكون غلطان مرة ثانية قلتها لكم شي ثاني بالنسبة لتحديات الباتل باس أنا مو عجبتني هرجتنه لازم كل يوم أشفط 3 أيكو يا أخي أنا ما فرم الماء بأخي نادرا ما أفرم الماء بصراحة فجأة لما أنت نفسي تقول لها فرم وفرم بس يا أخي مثلا ديلي هذا الباس ما بأسوي يا أخي محطوط وكمان في الويكلي فرم مدري كم إيكو إنتوا شايفين هذين عشرين دال الأسبوع كويسة عادة أن تكون واحدة واثنين ترى هذا الشي يقهر وكمان تطور خمسين إيكو يا عم يش فيه هذا التون طورت إيكو واحد أنا دال الأسبوع وما بطور إيكو ثاني ما عندنا موارد طبع عطونا مواردنا هنا يقول لك خلص دومين الأرتفاكت خمسة مرات في الأسبوع يا أخي ما بأفرم أرتفاكتات لازم تهزم خمسة بوصيز ما كذا أشياء غبية صراحة تحديات الويكلي حقهم كل عشرة مرات ليه ما أطبخ عشرة مرات طيب بدل ما أكل أنتوا حطين الليمت يلا بينا يا جماعة أنا أكل عشرة مرات يلا شوفوا بأكل دحانة أكلت يبوني أكل فايف ستار أكلت فايف ستار أكل أنا أدرك يلا مت أقدر أكلها يبوني كلداون ي motives أكل الأكلات الثانية يلا Вот يلاحنا أكل دي يلاحنا أكل دي يلاحنا أكلت أنا أكلت أيضا لتأكل بنيني لا تمكن يوجد أن يكونوا ميتين ي suchen يمكننا rat Super الحمد لله يجب أن يكونوا ميتين لديهم عشرة مرات ي لا يمكننا data يلاحنا لأكل يا أم يكونوا أ 봐요 بأس يلا ذلك يجب أن تنبول مدى الليه موجود شوف دعم أنا خمسة بفات بس يعني هرجت الكودام صراحة سيئة بزيادة بالنسبة لهم ذوله الهولوغرام صراحة نوعا ما كمان تقهر يعني أنا ما فرمتهم كلهم ولا سواءتهم لأنه ترفع ضغط شويتين ومني فائق هرجت انه يكتلوك وانشوت صراحة غبية ولما تجي تسوي دوج عليهم وبعدين تبدو تضرب انت ما يعطوك فرصة انك تضرب اشوف انه غبي ما مو عاجب من الميكانيكس اللي فيها تبوني اقول اقول رأيي يعني ممكن ما بيعجب ناس كثيرين نظام قنشن العشرة بوسيز تفتكروها اللي فعاله مناتلان اللي ممكن نزل عنهم مقطع قريب احلم النظام وهذا حقه صراحة بالنسبة لي انا يعني في بعض القتالات لو قدروا يطبقوها على شخصيات بيكون مرحل مثلا حق الباري انظام الباري هنا صح انظام الباري ما يعجبني مره انك تضرب وهو يضربك في نفس الوقت مو حلو ما يعجبني اكون صراحة معاكم يعني غالبا انا افضل اني اسوي وقتها ايه نقطة ثانية بتكلم عنها يمكن ما تكون واضحة لكم بس هرجة اليفنتات انها مستخبية نوعا ما هذه تقهر يعني في الابديت الماضي لما كان فيه افنت حق المنطقة منطقة جنشي والله في افنت ما خلصته وهو موجود من البداية وكان بيروح علي كان بقيله عدة ساعات وموجود من بداية التحديث تخيلوا نفس هذا اليفنت موجود والله اني نسيت اني باقي يعني ما خلصته يا اخي احسن مفروض اليفنتات يرفعوها فوق يعني دا اليفنتات خلصته تقريبا يعني باقي دا كثر الله خيركم ما باع يا اخي مفروض ينزلوه تحت مثلا شخصية جانجليا وجبتو نزلوه تحت حطوا اليفنتات فوق يا اخي والله في بعض اليفنتات ترى تتنسي عندهم مثلا دا اليفنت امس انا ما سويت نقطة لانه مستخبي تحت وموجود اليفنت دا موجود دا حين موجود باقي على 11 يوم ومستخبي تحت طيب في اخي هاسك كثيرين بيروح عليهم اليفنت هذا بمخبين تحت اخر شيha تقريبا بعد الافلس يعني فوق هناك فيها غلاط مرة تقهروا في قصه بعض 해도 الاحيان صوت المسيق مرة عالى وصوت الشخص Europe واطي فاهذه برضو نقطة تقهارة مشاكل الصوت مرة كبير لأسف وكتير لامانه ماعرف لي الكاميرا كده كمان دحت اخير شي بتكلم عنه حترة مشاكل الكراشات في كثيرين ناس الآن اللعبة تكرش عندهم أنا كانت تكرش عندي مرة كتير بداية هذا الأبديت مع أنه مفروض يكون حلو المشاكل بس مع مشاكل الجوال ناس كثيرين برضو ما زالت تكرش عندهم اللعبة هذه صراحة مشكلة مرة تقهر أنا الآن في البي سي وضعي تمام ممكن تنزل اللعبة في السوني وأستمتع فيها أكثر ولكن الله أعلم ننتظر ونشوف كغير وضاع بس عشان ألخص أكبر مشكلة عندي معها في اللعبة هي الموارد ونظام تطوير الشخصيات في الصراحة هذا أكثر شيء معجبني غير كذا المودز أتمنى ينوع فيها نفس الأبس مثلا حقهم وكمان البوابات هذا أتمنى يحسنوه وأدل إنهم قاعدين يحسنوه بكل أبديت ونظام تفريم العالم بعض الأحيان يكون شويتين متعب ويطفش نوعا ما ونظام القتال ضد البوسز الصعبين دولة يعني وضعهم يقهر نوعا ما لو يخلوه نفس مثلا سكار هنا في level 100 يكون أفضل أمنهم يقتلوني كوانشوت وأنا ما سويت شيء غلط صراحة الوضع مرة يقهر كمان ما يعطوا فرصة أنه الواحد يضرب بس يعني في مشاكل كتيرة إن شاء الله يحلوها بس يعطوني رأيكم في التعليقات إنتوا إيش رأيكم في رأيه وإيش رأيكم في ويذرينغ وهل إنتوا ما زلتم مستمرين في اللعبة دي يعني أنا حاب أخذ رأيكم لأنه أشوف إذا أنا كمان باستمر في اللعبة وعلى الشوكيس يجب الشروحات لأنه يعني أهم شيء عندي في ويذرينغ ويفز حاليا من ناحية المقاطع مقاطع على بس غالبا ما راح نزلها بالنسبة للعبة دي وبرضو البغوبات ما توقع أني راح نزلها إلا لو أنتم مهتمين أهم شيء عندي الشوكيسز وعندكم أكيد عشان تفهموا الشخصية فكتبوا لي في التعليقات إنتوا كمان إذا أنتم مهتمين بوذرينغ ويفز ولا لا ولا تركتوها ولا إيش وضعكم ولا تواجهوا المشاكل اللي أنا واجهها ولا أنا مشكلة إني مفروض لازم أنام في عالمهم فما أدري كل واحد يعطوني رأيكم ايو والله حقين قنشن بيجو ويسرنغ ومدرهيش كان معكم أخوكم مان نشوفكم على الخير إن شاء الله فأقربواك تجمعها وفي أمان الله كونوا محترمين في التعليقات أتمنى يعني ما تعصبوا نا صح نسينا نمنحهم على الشخصية المجانية الشخصية الصورية